غاداخ دي نيوز في غاداخ دي نيوز اليوم نختم لقاءنا بالحديث عن الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية منذ 7 أكتوبر من قبل الكيين الصهيوني على الناس اللي كانت موجودة في غزة الجرائم متنوعة متعددة كيف يمكن تصنيفها هل يمكن القيام بتتبع إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية أكثر تفاصيل معنا مباشرة من بريزة المحامي الأستاذ حاتم الشلي مرحبا بيك أهلا وسهلا مرحبا بيك عندنا نعلم أن مدير مكتب نيويورك المفاوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأم المتحدة كان قدم استقالاته احتجاجا على ما أسمى فشل المنظمة الدولية في وقف الإبادة الجماعية في غزة وكذلك كانت تحدثة عن ارتكاب جرائم وعلى المفاوضية العالية للأم المتحدة لحقوق الإنسان كانت نشرت أن القصف الإسرائيلي لمخيم جبالي اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة قد يرتقي لجرائم الحرب والحقيقة هو مش قد يرتقي هو ارتقى لجرائم حرب نظرا لعدد الضحايا المدنيين وحجم الدمار اليوم الحديث حول كيف يمكن تتبع إسرائيل ضد هذه الجرائم شفنا أنه فما مبادرة من قبل بعض المحامين وانت من بينهم كيف يمكن القيام بمثل هذه القضايا أستاذ حاتم الشلي هو في الوقع خلينا نطلط الأمور في إطارها المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة بالانتياز وتنظر بموجب الفصل الخامس من القانون الأساسي لروما في جرائم الحرب وفي جرائم ضد الإنسانية وفي جرائم الإبادة الجماعية والاعتداءات كيف يتم إحالة الملف على أنظار المعقة؟ هي تم بثلاثة رقصة الطريقة الليلانية هي إحالة منترف مجلس الأمن الطريقة الثانية هي أن تكون الدولة المتضررة عضوة في اتفاقية روما والطريقة الثالثة هي بناء على معطيات متوفرة لدى مكتب النايب العام ومكتب النايب العام يمكن أن يقرر فتح بحث في الموضوع وبناء على طلب من الدائرة التمهيدية أهلا بالنسبة لدولة فلسطين المحتلة في انذكر السيد المستمعين وأنه في 2015 تقدمت بطلب رسمي للانضمام لاتفاقية روما وفي أبريل 2015 قامت بإداع سك الانضمام وأصبحت دولة عضوة في الاتفاقية ثم بعد ذلك أحالت الملف عندما أصبحت معناتها طرف في اتفاقية روما أحالت الملف إلى النايبة العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتوغنسودة والتي بعدما اعتبرت أنه وقع استوفت الشروط الانضمام القانونية اعتبرته وجود جرائم حرب ارتكبت سنة 2014 وبهذه المناسبة طلبت دولة فلسطين المحتلة النظر في الجرائم على قطاع غزة والذفة الشرقية معلتها بشفة رجعية ابتداء من 2014 تمت المجموعة من المحامين وما فيهم كذلك مكتب النايب العام استشارة من الدائرة التنهيبية للنظر في متاء اختصاص المحكمة إقليميا يعني الإشكال اللي متروح اليوم حتى بالنسبة للمكتب النايب العام هو مباشرة الأبحاث فين بيش يتم مباشرة الأبحاث خاصة أنه دولة السرائيل ما هيش معطرفة بالمحكمة الجنائية الدولية وبالتالي فأنه لزوكة رغمي مجمو يقوموا بالأعمال المتاحة إلا على قطاع غزة والذفة الغربية في هذه النقطة كان أستاذ حاتم الشلي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان كان صراح أنه كان يود التنقل إلى غزة لمعاينة الجرائم التي تم ارتكابها لكن غير ممكن لأنه إسرائيل رفضت منحه ذلك وكل العراقيل موجودة لحتى لا يوجد هناك تحقيق ميداني واستنتاج ارتكاب هذه الجرائم إذن في ظل هذا الوضع كيفاش يمكن المحكمة الجنائية الدولية اليوم تخت هي المحكمة الجنائية الدولية أعلنت مع أنت مكتب النايب العام أعلن بداية التحقيق منذ 2021 فيما يتعلق بحاليا بما حدث في غزة فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت سابقا والجرائم الحالية لأنه الجرائم هي جرائم مستمرة إذن ما ورد في طرار الغائرة التنهيدية يعني اللي يجيط أو يتكلم يقول لا يرانا باش نقدمه شكاية في المحكمة لا شكاية مفتوحة اللي مجموعة قلوبية أحنا مجموعة إما من الوحانين أو من الحقوقيين أو بعض المنظمات هو مساندة مكتب النايب العام في وسائل الإثبات وخاصة في القائمة معانتها من الناس اللي هما المضررين يعني تحيين الملف بالنسبة للبكتيسي دين يعني تحيين الملف في خصوص الجرائم التي ارتكبت في ابتداء من سبعة أكتوب ولكن القضية مفتوحة وشكاية مفتوحة ومكتب النايب العام هو بيسدد البحث في الموضوع هذا اللي موجود توا حاليا على وجه الواقع في المحكمة توا بالنسبة لكيف يتم التعامل مع هذا الملف وكيف يمكن للمحققين أن يتنقلوا على عين المكان للبحث والقيام بمعانتها هو اختصاص مطلق للمكتب النايب العام ومكتب النايب العام بيموجب اختصاصه بيموجب الموضوع اللي عنده بإمكانه أن يتم ذلك مباشرة بالتعاون مع دولة فلسطين ومع المنظمات اللي هما موجودين على عين المكان أو عن طريق اللي تيموا اللي هما موجودين معانتها نلقاهم عند لزوينجي ونلقاهم متوفرين لدى السحافة سيغري هو معانتها فم شوية عارقين من ناحية العملية ولكن هذا ما يمنعش أنه متوفر بالنايب العام حاليا تقعد يواصل في الأبحاث معانتها عن طريق المحققين نعم شكرا لك على كل هذه التفاصيل المحامي الأستاذ حاتم الشلي المحامي بباريس وبمحكمة الجنايات الدولية شكرا على كل هذه التفاصيل نحن وصلنا لنهاية هذا اللقاء كان معكم مسليم بن عمار في الديجيتال ياسين الحافي في التنسيق الحسة يوسف عيسى في الأخراج وعاد في المزوغي كوتيميكو نتلقى وإن شاء الله جمع جاية في لامن موسيقى